اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين أحمد وكريم قلونا هتتكلموا طبعاً عن بناء الهجمة في مباراة بيتروجيت وكيف استطاع نادي القليل أن يفوز في هذه المباراة في البداية طبعاً المدير الفني طبعاً البرتغالي ريكاردو بيحاول يطبق بعض الحاجات اللي هي يعني بيحاول لسه يعلم لعبة النادي الأهلي فكره فإحنا هنستنتج كده بعض الحاجات اللي إحنا لمحناها هو بيحاول يبدأ يعلمها للعيبة كتحليل أداء يعني أول نقطة البلد أب النادي الأهلي كان عنده مشكلة مع بيت سموسيماني في الفترة الأخيرة في عملية بناء الهجمة كان عندنا مشكلة كبيرة في البلد أب الراجل هنا نركز بقى مع ريكاردو بص بناء الهجمة الكرة لما بتروح ياسر إبراهيم نبص عليها جماعة وهو بيشاول لمحمد هاني بص بيحفظ محمد هاني تعال رجع وراء لما الكرة تبقى هنا بعدين إيه؟ أو لما الكرة هنيجي نبني الهجمة بيفتح على طول دايما مع ريكاردو في عملية بناء الهجمة لازم ظهير فيهم بيبقى فاتح الملعب سواء هاني أو معلول ده الشغل يعني بشوف أن ده أول حاجة كده بدأت بيبدأ يحفظهم بص هنا برضو هنا نفس الفكرة هنا برضو بناء الهجمة دي هجمة للنادي الأهلي بيتم بناءها الكرة هنا مع ياسر بيقول له روح يا هاني روح تعال أرجع الأول وبعدين هيقول له استنى وبعدين كامل له قدام لازم في بناء الهجمة ومرحلة البلد قب بتاعه أن لازم الظاهير يبقى فاتح دي أول حاجة نبدأ نستنتجها تمام؟ نكمل برضو اللعبة الثانية اللي معنا نفس الفكرة هنا برضو حمدي فاتحي لعمر السلية محمد هاني برضو الكاردو بيقول له افتح افتح السلية هيلعبها له هنا برضو نفس الكلام محمد هاني برضو بيحاول يفتح نفس الفكرة نكمل برضو اللعبة الثالثة هنا برضو علي معلول هو اللي فاتح طاهر علي معلول برضو نفس الكلام لحمدي فاتحي بص هنا ريكاردو هيعمل ايه مع محمد هاني هنا مع حمدي فاتح كرة هنا ايه مع حمدي فاتحي نكمل اول ما استلب محمد عبد المنعم هنا تحت بص الموديل الفني هون هاني بيفتح وريكاردو بيشاوله بيقول له ايه افتح لازم في عملية بناء الهجمة يكون هاني فاتح هنا بيبدأ يحفظهم لسه في الشوت الاول بيحاول ان هو ايه مع عملية التمرير السريع مع اللعبة من لمسة واحدة اولى يعني دي اولى الملامح بتاعته ان دايما الظهير في بناء الهجمة فاتح تعالوا نشوف الشوت التاني لما بدأ يحس ان اللعيبة نوعا ما لسه مش مستوعبها الامر اوي هنا محمد الشنوي بيبني الهجمة قال لهم حنلعب القرى على الارض حمدي فاتح بينزل وقف ثانية واحدة حمدي فاتح بينزل ما بين الاثنين المساكين بنسميه في البلد ايه اتنين وتلاتة اللي هو محمد هاني ومعلول وحمدي فاتحي حمدي فاتح بينزل ما بين الاثنين المساكين عشان ابدأ احضر الهجمة هنا كل واحد ثانية واحدة وقف بس هنا محمد عبد المنقم فاتح وياسر ابراهيم فاتح ليه عشان يمد عرض الملعب وبالتالي يفضم سحف وعمق الملعب لحمدي فاتحي نقدر إن إحنا من خلالها نحضر الهجمة هنا معلول بيعمل إيه؟ بيعمل عملية الاسكانينج المعاينة قبل مكورة تجيله بيبص معلول أو مميز في الحتة دي إن أنا دايما ببص بص عمل كم مرة نظرة نظرته المعاينة دي إن أنا ببص عشان إيه أخذ وضعية في التحضير وهنا بدأت تبان بعض الفكر للراجل إن أنا عايز إن أنا يبقى تمرير سريع عايز لعب عايز يبقى فيه سرعة حتى هو علق على حتة البطء في الأداء هنا محمد شريف بينزل يسحب المساحات مع ريكاردو بيسحب المساحات في ظهر المدافعين بنفس الشكل بص حسين الشحات فين؟ عشان يتحرك حسين الشحات في ظهر اللي إيه؟ المدافعين في المساحة اللي فضها له مين؟ محمد شريف فاللعبة دي بتبين لك عملية بناء الهجمة مع مستر ريكاردو وبتبين لك الأدوار بتاع تعالي معلول ومهارته في الاسكانينج بتبين لك دور محمد شريف إيه؟ بتبين لك تحرك حسين الشحات طبعاً أكيد كابت سلام أول مباراة أي مدير فني يعني أكيد هو بيحاول يشوف اللعيبة وكنت طبعاً شايفينه مسك ورقة بيحاول يدون مركزهم وبيدون أساميهم لأن طبعاً الراجل جديد ومش عارف الفريق وأكيد ما تتبعش الكرة الأفريقية خالص قبل كده ولكن أنا بشوف بقى الموضوع من جهة أخرى من عند اللعيبة يعني أنا بقالي الفترة أخيراً من ساعة ما كانت سلام وصحة حتى مسك مدير فني مؤقت أنا مركز مع اللعيبة العيد جديد الأهلي في المباراة دي وهم عارفين أن السوارش تفرج على سموح ماتش سموح ما يعرفوش كانش يعرفو أنهم نتفرج عليهم أصلاً ثلاث مباراة من ساعة ماتش الزمالك أسلوب اللعيبة في الملعب واضح جداً أن هم بيحاولوا يقولولو إحنا في مبادئ بنحاول نعملها عشان نقنعك أن إحنا كويسين وأن إحنا حنتنافس على التشكيل الأساسي واحدة من النقطة اللي أنا كنت بنتقد فيها بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة أن لعبت النادي الأهلي لما كانوا بيوصلوا للتلت الأخير في ملعب منافس كان هنا نستوب لو نستوب هنا هو بالضبط عند الكرة دي وعند أفشة نقف هنا بالضبط عند أفشة الكرة دي لو كانت من حوالي شهر كان هيبقى أول أبشن عند مجدي أفشة بالضبط كده أنه هيشوت وشفناه كتير قوي وكان مجدي أفشة بعد ما يشوت والكرة تضيع كان يرفع عيده ويعتذر لجميع زملائه ويقول لهم عن نقاس فنقاس لنا نشوت هنا لأ أفشة غير الفكر وبدأ لما بنوصل للتلت الأخير بنباصي قلت طيب عايزة على في الكرة دي كانت كده استثناء ولا فعلا ده حاجة هم متقلت لهم لما توصل حاجة دي نبص برضو الهاجمة دي في كزا أبشن هنا للتزديد ما حاجة بيشوت كله بيحاول يمرر لزميل كله بيتعمد أنه يبص ويشوف ايه أبشنز التمرير قبل ما فكر خالص في التزديد هنا برضو الكرة دي علي معلول بيفتح الكرة ومحمد شريف بينزل وبيرجع كل اللعبة تلعب لعبة جماعة هنا طاهر اللا أني عنده مساحة أنه يسدد مقبولة جدا الكرة هنا النادي الأهلي بيضغط على بيترجات ويبنستخلص الكرة في نص ملعبها نكمل الهاجمة ونبص عندنا مساحة كتير جدا للتزديد ما حاج برضو بيشوت عامل السرية بيرجع الكرة الكرة بتنزل ليه محمد هاني هنا هو مثلا أفشكا ممكن يشوت جدا هنا سهل قوي قوي انه هو يشوت والمان مفتوح له لا رجع الكرة والكرة رجعت ليه محمد هاني هنا مساحة واضحة جدا اللي طهر محمد طهر أنه يشوت برضو بيكرر أنه هو ما يشوتش ويختار الحل الجماعي اللي محمد شريف اللي كان هو مجبر على التزديد نفس الأمر اتكرر في الشوت التاني بنشوف أن دي الأهلي بيلعب لعب جماعة واللعيب بتلعب لعب جماعة طبعا من يوم في مين ده مش دور ريكاردو سوارش خالص ولا هو له أي بصمة فيه ده ببساطة تصرفات طبيعية أو فردية من اللاعبين لأن هم عايزين يقولوله إحنا في التلت الأخير بنلعب لعب جماعة نكمل الكرة بنشوف حسام حسن بيرجع به الكرة ليه مجدي أفشا كرة دي برضو تاني نكمل هنا بها نشوف شفناك دي او مجدي أفشا أول اوبشن عامده بصراحة يحط القرطو كمل كده اللعبة خلاص هو دخل في العنق شوف القرطو مش هيعمل كده طبعا لين هو عايز يلعب لعب جماعي فهيمهد الكرة للزميل الأقرب هيخش حمدي فتحي في موقع موقف أفضل ليه التزديل وشاط كرة جات في العرضة آخر كرة معانا في الحتة دي برضو في اللعب الجماعة نشوفها دلوقتي نفس الفكرة لعب جماعة اللعبة مقربة جدا جدا من بعض بيروح منطقة الجزاء حتى هنا مثلا صلاح محسن بيمحد لمحمد يلي كعب وقاليو ديانجي بيلة الحسين الشحات لعب كله جماعة اللعبة بتبعد تماما تماما عن الفردية وده أمر أنا شايفه شيء جيد وأتمنى أن ركاردو سوارش يبني عليه نحن محتاجين في التالت الأخير للملعب نبتعد تماما عن الفردية اللي كده بتضيعنا فرص كتيرة في الفترة الأخيرة من حقبة موسمان تعالى نكمل برضو التمرير أول يعني أول حاجة هو عايز يطبقها بص بص هنا عدد الهدف الأول واحد اتنين معلول تلاتة ده شغل مدرب على فكرة يعني مش مش شغل مدرب من أول مش هقول لك بس هو الراجل مديهم تعليمات من أول ماتش إن أنا عايزك وتمرره عايزك وتمرره عايزك وتلعبه من لمسة واحدة فده ده واضح إن يعني إن ده إيه هو عايز يطبق ده مع النادي بس يعني أنا قصدي إيه إن ده يعني إحنا بنستكشف كده الراجل يعني الراجل لسه جاي جديد فعايزين نشوف ايه فكره واضح جدا أنه يعني يا جماعة هنلعب من لمسة واحدة هنمرر هنتحرك بدون كورة الرتم بتاعنا هيبقى أسرع بص دي التمريرة كانت الكام أرجع كده شوف دي 18 تمريرة الجون جاي بعد 18 تمريرة وتزديدة فده يعني ممكن تشوف الناس الناس شايفة اللقطة الأخيرة لكن لو جبت الهدف من أوله هتلاقيه جاي من 18 تمريرة فده بيأكد إيه واللعب برضو يعتبر من لمسة واحدة أو من لمستين فيه نوعا ما سرعة بص نفس الفكرة برضو جايبين حالة تانية بص واحد اتنين ففيه لعب نوعا ما الراجل بيحاول أنه هو هو واضح أنه هو شاكه هل ممكن حد يسألك يعني هل ده ممكن يكون حصل في أقلم تلات تمر مراحل لا لا أنا وجهة نظر مستحيل هي ده قرار لعيبة اللعيبة مش عايزة تخاطر قدام المربع بيتصرف يتحسب عليه لهم عارفين فيه محل الأداء هيطلع ريبورت المنديل الفني يقول له مثلا اللعيب ده أنيني اللعيب ده مع عندوش أوبشن يعني ما فيه محاضرة ممكن تبقى في المحاضرة ممكن تبقى في المحاضرة هل ممكن يكون عمل كده قبل يوم الخميس والجمعة لا مش يوم الخميس هو هيديهم تعليمات أن أنا همرر من يعني اللعب النادي الأهلي هو هيبقى لعب استحواز مع الرجل ده لكن بكرة ممكن يبقى الرجل بقى سمع وفهم وعارف وبيتكلم مع كريم ويتكلم مع فلان وكلم مع فلان عنده اختبار نواية زهد عامة في الملعب بالملعب في هوا ملعب في هوا جامد جدا ومشت تسعة بالليل فأكيد طبعا هو هناك محتاج يعني هو لسه لسه هيتعلم هياخد شبرات أفريقية بكرة مش تاكتكس بكرة انت في موقف انت خلي بالك هو برضو ثلاث في خلال ثلاث شهور أو في خلال شهرين ممكن يبقى واخد ثلاث بطولات صحيح؟ هو لسه لسه هو لسه طبعا احنا مش هان الاستعجال في الحكم على الراجل ده لأ يعني ما ننفعش نستعجل في الحكم عليه لازم نديله وقته على الاقل يعني حتى شهرين علشان يبدأ الراجل يحفظ لسه بيحفظ اسماع اللعيبة لكن انا باتكلم على بعض الحاجات اللي هو مدير فني جاي جديد فبيشايف تبع الفرقة قال ان الفرقة فيها بطء فيها بطء في التحولات فيها بطء في الريد فواضح ان هو بيحاول يبني الهجمة عنده مشكلة في البلد قب بيحاول يصلح الحاجات دي بيحاول يبقى فيه سرعة كامل ماش نقف هنا وابقا دي واحدة من الحالات اللي عجبتني جدا 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 في الحالة الدفعية للنادي الاهلي نشوف الباترن بتاع اجنحة النادي الاهلي في الناحية الدفعية طاهر بيرجع يعمل دور الفول باك على الجانب الايصر وحسن الشحاب بيعمل دور الفول باك على الجانب الايصر وده برضو في وجهة نظر الشخصية كافة الاسلام تصرف فردي بحث من اللاعبين بيقوله ان احنا عندنا التزام دفاعي كوب تتلاعب كرة طولية وبنشوف حسين الشحاب بيفتع سبرينت عشان يعمل الدور بتاع محمد هاني انا ما شفتش اللقطة دي بصراحة من حسين او من طاهر بقالي خمس ست متشاط في الفترة اخيرة لبيتسو موسيمايو ده بيوضح ان اللاعب برضو عايزين يقولوله الاجنحة احنا في الدور الدفاعي بنرجع مش بنقف او بنكسر دي هجمة مرتدة اتعملت على النادل اهلي محمد هاني حاول يستخلص مقدرش هنا كان طاهر كانت جراحة ايمن بستر عمل ايه طاهر فتح سبرينت بسرعة تسعة وعشرين كيلو متر في الساعة عشان يعمل الدور الدفاعي قدام المدير الفني ده بيبين ان لعبتي النادل اهلي واضح ان التغيير بكل امانة جاي في صالحهم التغيير كمان جاي واضح جدا جدا اللعيبة بقت فريش اكتر الروح في الملعب بقت مختلفة لا تبقى فقط ان احنا ان شاء الله نستفيد من احنا جايبين جهاز فني متكامل ما ينفعش النهاردة كنا نسيب الامور الفنية في ايد شخصين فنيين بس مهما كان طبعا مدارب جايد كل شيء وكل حاجة ولكن جاي فترة ما ينفعش ان هو يصق في نفسه الدرجة ان انا ممكن اعمل شغل خمس افراد او اربع افراد تانيين ده مستحيل تماما النهاردة انا شايف اللعيبة عندهم روح عندهم شكل مختلف عندهم حتى ناحية دفاعية انا في وجهة ناظري ما كنتش بشوفها بصراحة ان الجناحات بتوعان ده اهلي بيرجعوا يدفعوا بالحماس والشكل اللي احنا شفناه في اللعبة الاخيرة دي واتمنى ان شاء الله باذن الله فترة جاية الروح دي تستمر وكمان الجهاز الفني شغله بقى يظهر ان احنا مهم جدا جدا من يوم اتناشر سبعة يوم عشرة ثمانية النادي الاهل هيلعب تسع مباريات متوتالية تسع مباريات متوتالية في ثمانية وعشرين يوم فان شاء الله يبقى الفريق جاهز بدنيا لو فنيا ليه الاختبارات دي تكملة ده بقى اخر حاجة معنا اه ده برضو تكملة للقارات الفردية يعني اللعبة دي احنا شفناه فين في المبارات الاهلي والرجاع المغربي اللي هي نفس اللعبة معلول محمد عبد المنعم بيطالع القريبة بيسجل الهدف نفس الارتقاء بتاعه اتنين متر واربعين سنتي الارتقاء محمد عبد المنعم وعودته كانت مكسب كبير بصراحة عودته احنا كنا مفتقدينها بالذات في مبارات النهية قدام الوداد مكسب كبير بيديك حلول مميز في ضربات الرأس وقدم مباراة هيلة ده واحد من الكارات الفردية لكن لان كنت بتكلم عليه البقى ان ده ممكن تكون بعض الحاجات اللي هو لسه عايز يطبقها عايز يعملها حتى هو لسه بيبدأ يحفظ اسماء اللعيبة عايز يبدأ شايف ان مستبشر بخير ايه ان شاء الله انا شايف ان هو مدرب منظم يعني هو هو اول ان طبعات اللعيبة والجهاز ان الراجل ده مدرب منظم بيهتم بكل تفاصيلة صغيرة ومنظم جدا وطبعا الجهاز اللي جاي معاه جهاز محترم جدا يعني عموما يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي بكرة في مباراة وزي العادة وزي ما دايما حضراتكم متعودين معنا بكرة ان شاء الله للستوديو التحليلي مع النجم الكبير الكابتر ايمن شوقي قبل المباراة بساعتين لنقل كل كواهات بريس ما يحدث في الجونة قبل مباراة النادي الاهلي والجونة بشكرك جدا يا احمد على وجودك معنا شكرا جزيلا كريم على وجودك معنا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله التقي مع حضراتكم بعد بكرة وحلقة جديدة من البيت الكبير اشتركوا في القناة